تخوف تركي سياسي وعسكري من تبعات هجوم ميليشيا أسد وروسيا على محافظة إدلب والذي سيتسبب بمخاطر إنسانية وأمنية لتركيا بحسب مصرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أشار إلى أن مخاطر الهجوم على إدلب قد يصل إلى أوروبا داعياً للمجتمع الدولي أيضاً للتحرك لحماية المدنيين هناك وطالب أردوغان روسيا وإيران بتحمل مسؤوليتهما والحيلولة دون وقوع الكارثة الإنسانية في إدلب تحذير تركي آخر من مخاطر الهجوم على إدلب صادر عن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والذي دعا لوقف الهجمات البرية والجوية على المحافظة في أقرب وقت ممكن وتحقيق الهدنة والاستقرار في المنطقة استقرار لا يمكن تحقيقه إلا بالاستعداد لأي عمل عسكري قد تقدم عليه ميليشيا أسد والروسيا على إدلب إذ يواصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات للمنطقة الحدودية مع سوريا حيث وصلت تعزيزات تضم مدبابات وناقلات جنود لمنطقة الحامد التركية ودخلت إلى بلدة حارم لتتمركز قرب كفرحوم غرب إدلب قبل أن تتجه لنقاط المراقبة التركية ترجمة نانسي قنقر